وفي الحديدة أصيب مدني بقصف مدفعي من قبل المليشيا الحوثية الإرهابية على تجمعات سكانية جنوب المحافظة وأفادت المصادر المحلية بأن المليشيا الحوثية المدعومة من إيران استهدفت تجمعات سكانية في ريف حيس بالعديد من قذائف الهون أسفرت عن إصابة مواطن بشضايا متفرقة وأفادت المصادر أن المصابة كان جوار منزله عندما سقطت إحدى القذائف بجواره مخلفة ذعرا وخوفا في أوساط الأهالي خاصة النساء والأطفال مشيرة إلى أنه تم نقل المصاب لتلقي العلاج في مستشفى الخوخة الميداني بعد تعرضه لإصابات جراء القصف المليشيوي الحوثي على المنطقة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر